أنا خرجت من المدينة عندي دورة في موريتانيا السفر لموريتانيا من المدينة سافر مطار المدينة إلى مطار جدة هذه الطائرة الأولى من جدة إلى المغرب هذه الطائرة الثالية ومن المغرب الدارة البيضة إلى النواكشط هذه الطائرة الثالثة استغرق مع السفر 24 ساعة تقريبا هاي يقول الله يعينك ثاني يوم أغمى علي أنا في الفندق والله من التعب وطبعا أنت تقول هذا يقول ما شاء الله بطل كان معي مجموعة في المطار في مطار الدارة البيضة كنا جالسين في المطار في المسجد ننتظر إقلاع الطائرات طبعا فيه ترانزيد تقريبا انتظار ثمانية ساعات أعلنوا أنه فتح باب التسجيل حتى ندخل خلاص على الطائرة وقفنا انتظرنا نسب ساعة تقريبا ما تحركوا هؤلاء ولا دخلونا الطائرة فواحد معنا قال للشباب هذول اللي معي قال أصبر تحملوا هذول الغلطانين جاء واحد قال نصبر على ماذا أنا في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يعطيني أجر على وقوفي هذا فهمت الشيخ؟ هو يعرف عنده يقين أنه ما يفعل شيء ولا يترك شيء لله إلا ها واعطاه الله خيرا منه أم سلمة يا أخواننا امرأة مؤمنة قالت عندما مات أبو سلمة تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من المسلم تصيب ومصيب وعندها يقين صادق موقنا مئة بالمئة أن الله يعوضها من هو خير من أبي سلم وهي تعرف أن أفضل الصحابة من وبكر وعمر فأخذت تتأمل أن الله يعطيها من وبكر وعمر فأعطاها الله من هو خير من أبي بكر وعمر فهمت الشيخ؟ إسلام لابد يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى ما تشك أبدا يا أخواننا موسى عليه الصلاة والسلام قال له قومه إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي موسى موسى موسى